الخرباوي في كتابه أئمة الشر عرض وثيقة ليست واضحة في صفحة 294 رجاء أعرض لنا هذه الوثيقة التي عرضها تروة الخرباوي وثيقة غير واضحة الصورة مسودة نوعا ما عرضوا لنا هذه الوثيقة هذه الوثيقة موجودة في صفحة 294 من كتاب أئمة الشر ماذا كتب تحت هذه الوثيقة خطاب مرسل من صالح عشماوي رئيس تحرير مجلة الأخوان المسلمين لنشر خبر زيارة الخميني لحسن البنة ثروة الخرباوي يقول وجدت هذه الورقة في طوايا مجلات وصحف حكاية طويلة ذكرها في كتابه في صفحة 115 والصفحات التي تليها من أن صالح عشماوي رئيس تحرير مجلة الأخوان المسلمين يسأل حسن البنة هل أنه ينشر خبر زيارة السيد الخميني للمقر العام لجماعة الأخوان المسلمين في القاهرة بالنسبة لهذه المعلومة أنا لا أملك دليلا على صحتها ولا أملك دليلا على تكذيبها ولا مانع من صحتها المصدر الوحيد الذي ذكر هذه الحادثة هو هذا الكتاب خلاصة الحكاية أن السيد الخميني زار حسن البنة في المقر العام لجماعة الأخوان المسلمين في القاهرة وقد تحدث ثروة الخرباوي بتفصيل كثير لا أجد مجالا لقراءة ذلك يبدأ من صفحة مية وخمسطعش إلى صفحة مية وتسعة عش وقد أكد له المعلومة عباس السيسي وعباس السيسي قرأنا بعضا مما جاء في كتبه في الحلقات المتقدمة من رموز الأخوان ومن شخصياتهم المعروفة فهو بحسب ما يقول ثروة الخرباوي أن عباس السيسي قد شرح لي الموضوع ووثق الموضوع وثق موضوع زيارة السيد الخميني لمقار جماعة الأخوان المسلمين وبعد ذلك أيضا تحدث عن وفود زارت إيران وزارت السيد الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران هناك تفاصيل ذكرت في هذه الكتب لكنها رويت بأشكال مختلفة لا أستطيع أن أقول هذا النقل هو الأوثق وهذا النقل نقل صحيح وهذا النقل نقل ليس صحيحا لكن هناك شيء مجمل يمكن أن أشير إلي وفود من الإخوان المسلمين زارت السيد الخميني وفد زاره في باريس في نوفل لي شاتو حينما كان مقيما السيد الخميني بعد أن خرج من العراق وذهب إلى ضاحية من ضواحي باريس الأشهر التي قضاها هناك قبل رجوعه إلى إيران فلما بدت معالم الانتصار جاء وفد من الأخوان المسلمين يتألف من شخصيات مهمة زار السيد الخميني رحمة الله عليه هناك في باريس وبعد أن رجع إلى إيران أيضا أكثر من وفد جاء إلى زيارة السيد الخميني مهنئين مباركين وفي نفس الوقت عندهم مطالب وعندهم حاجات يريدون قضاءه حاجات تتعلق بالعمل الأخوان في إيران هذه التفاصيل رويت ووردت في أكثر من صيغة في عدة كتب مختلفة الشيء المجمل هو هذا الذي ذكرته أما التفاصيل الأخرى فقد اختلفوا في نقلها فلا أدري على أي نقل أعتمد هناك حكاية نقلها ثروة الخرباوي عن صحيفة الوطن الكويتية الصادرة بتاريخ 27-11-2007 فثروة الخرباوي ينقل هنا عن صحيفة الوطن الكويتية التي أجرت مقابلة مع المستشار الدمرداش العقالي وقد مر ذكره في الحلقات المتقدمة فماذا جاء في حديثه في حديث الدمرداش العقالي لصحيفة الوطن الكويتية وأعود لأقول إن حسن البنى كان داعيا إلى التقريب وأذكر في هذا الخصوص أن الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام آية الله روح الله الخميني حفظت للإمام حسن البنى هذه السابقة والنظر النافذة فاستخدمت صفته التي بدأ بها حياته وهي كلمة مرشد وحسن البنى هو أول من تسمى بكلمة مرشد حيث كان يطلق عليه المرشد العام للأخوان المسلمين يجهل الناس أن الإمام الخميني ترك جميع المسميات الحوزوية في حوزويات الشيعة أو في حوزات الشيعة مثل كلمتي المرجع والآية وحرص على كلمة مرشد الثورة تيمنا بالإمام البنى وقال لي من أثق في صدقه من حول الإمام الخميني يعني من حاشية الإمام الخميني أنه رفض أن يسمى المرشد العام وقال فليبقى العام حقا لأول من أحيا الروح الإسلامية في مصر في القرن العشرين حسن البنى وأطلقوا اسمه على ساحة ضخمة في طهران ساحة الإمام الشهيد حسن البنى هذه المعلومة قرأتها في أكثر من مصدر ينقلها الدمرداش العقالي وطلبت من أحد الأصدقاء في القاهرة أن يزور الدمرداش العقالي وأن يجري معه مقابلة يسأله عن هذه الواقعة وأن يصور ذلك لنا فيديو ويرسل الفيديو لكنه لم يتمكن بسبب الوضع الصحي الذي ليس على ما يرام للسيد الدمرداش العقالي فطلبت من أن يسأله هل فعلا هو متأكد مما نقل عنه في صحيفة الوطن الكويتية وما نقله ثروة الخرباوي وغير ثروة الخرباوي من هذه الواقعة وطلبت من هذا الوسيط أن يسأله عن اسم الشخص الذي نقل له هذه الواقعة ممن هو من حاشية السيد الخميني فبحسب ما نقل لي الوسيط يقول أن الدمرداش العقالي يقول هذه الواقعة صحيحة وأكيد لكنه لم يفصح له عن اسم ذلك الشخص الذي هو من حاشية السيد الخميني الذي نقل له هذا الأمر من أن السيد الخميني حين أرادوا أن يلقبوه بالمرشد العام قال لا هذا خاص بحسن البنى وأنا ألقب بالمرشد لا أدري مدى صحة هذه الحكايات لا أملك دليلا عليها لأن هذه العناوين هي ترجمة عربية لمعنى الرهبر لمعاني قريبة من كلمة الرهبر من لغة الفارسية بالحقيقة لا أعلم مدى صحة هذه المعلومات ولكنني نقلتها وهي تنبئ عن أبواب مفتوحة لجماعة الإخوان المسلمين ولفكر حسن البنى ولفكر سيد قط وإن كانت هناك كلمة تنقل عن السيد الخميني رحمة الله عليه بخصوص سيد قط ولا أدري مدى صحتها لا أملك دليلا على صحتها ولا أملك دليلا على تكذيبها أيضا من أن سيد الخميني قال بعد أن أعدم عبد الناصر سيد قط أن هذه حسنة من حسنات عبد الناصر لو لم يكن لعبد الناصر من حسنة فحسنته هي هذه إعدامه لسيد قط لا أدري مدى صحة هذا الكلام ومدى عدم صحته هناك تفاصيل أخرى أنا لا أشير إليها لأنني لا أملك مصدرا واضحا عن هذه المطالب لكنني وجدت من الضروري أن أشير إلى هذه الوقائع وأشير أيضا إلى أنني لا أملك دليلا على صحتها ولا أملك دليلا على عدم صحتها إذا كان من المشاهدين من يملك دليلا ويرسل لنا هذا الدليل فأنا في غاية الامتنان والشكر من نذهب إلى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم كتاب المستقبل لهذا الدين هذا الكتاب من الكتب الستة التي أوصى بها سيد قطب فهناك مجموعة من كتبه تبرأ منها سيد قطب وأوصى بكتب ستة هذا الدين المستقبل لهذا الدين الإسلام ومشكلات الحضارة خصائص التصور الإسلامي ومقوماته في ظلال القرآن التفسير الأم الكبير معالم في الطريق هذه الكتب الستة التي فسرت وفقا لمنهج التفسير الحركي الذي مرت الإشارة إليه هذا الكتاب المستقبل لهذا الدين ترجمه السيد الخامنئي في سنة الف وتسعمية أو ستة وستين بحسب المقدمة هذه الطبعة التي بين يدي لها مقدمتان المقدمة الأولى للطبعة الأولى ألف وثلاثمئة وخمسة وأربعين بالتعريخ الهجري الشمسي المستعمل في إيران يعني سنة الف وتسعمية وستة وستين ميلادي السنة التي أعدم فيها سيد قطب وبعد ذلك أعيد طبعه هذه مقدمة بعد انتصار الثورة ألف وثلاثمئة وتسعة وخمسين هجري شمسي يعني ألف وتسعمية وثمانين ميلادي وانتصار الثورة كان سنة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين وقت البرنامج قارب على الانتهاء كان في نية أن أناقش بعض الكلام الذي أورده سيد قطب لأنه نقل كلاما عن الفيلسوف البريطاني بريتراند روسل ورسل تحدث هذا الكلام في جمع من الصحفيين الأمريكيين في لندن بعنوان تحليل سياسي نشرته صحيفة الأهرام التقط هذا الكلام وبنى عليه بناء فكريا هو تحليل سياسي بنى عليه بناء فكريا فجعل هذا العنوان المستقبل لهذا الدين اجتزأ الكلام وبنى على هذا الكلام المجتزأ وهو تحليل سياسي ليس بفكر فلسفي صحيح المتكلم فيلسوف بريطاني معروف ولكن الذي ذكره كان تحليلا سياسيا في وسط الصحفيين ليس أساسا يمكن أن نبني عليه بناء فكريا لكنني لا أجد وقتا كافيا لذلك أذهب بكم إلى فيديو يتحدث فيه السيد الخامنئي عن جانب مما قاله سيد قط رجاء اعرض لنا الفيديو الأول سيد شب برامه آنجا دختران جالبش اینجا میگه شب چند ساعتی وزش آخر شب شد دیدیم که کشیش کشیش اون به سلا کلیسا که کشیش با وغار تمام از یه طرف سند وارد شد این رفت این کلیدهای برق رو یه مقدار شور چیز کرد و بعض از چراها رو خاموش کرد و بعدم کشیش رفت گو من دیگه رفتم نموندم فردا میگه رفتم سراغ اون کشیش گفتم که خب این چه وضعیه شما روحانی هستید شما آخون هستید مبلغ دین هستید چه وضعیه شما دیشب چی بود مثلا این هم جوون گفتش که آقا شما توجه ندارید من برای جذب کردن جوون ها مجبور هم این کار بکنم جذب کردن به کلیسا بگو بشکنم خب حالا به تعبیر بند مردشور این کلیسا رو ببره خب بذار برن کاره همون کارهایی که تو کاره میکنن اینجا بناس بکنن خب برن همون کاره بکنن چرا بگن کلیسا اگر قراره که ما جوان رو به فسق و پجور و عشو عشرت و موسیقی حرام رو از این قبل چیزها بکشونیم خب چرا اسممون بگزاریم اسلامی این اسلامی نیسی که 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 یبدو ان سيد الخامنئی قد نسی تفاصیل الواقع لانه قد قرأها منذ زمن بعید ساقرأ عليكم ماذا کتب سيد قطب بخصوص هذه الحادثة في مجموعة المقالات التي عنونت امريکا التي رأیت وهذه مثلا محتويات اعلان عن حفلة كنيسه وكانت مرسقا في قاعة اجتماع الطلبة في احدى الكليات يوم الاحد اول اكتوبر في الساعة السادسة مساء عشاء خفيف العاب سحرية الغاز مسابقات تسلية كنت ليلة في احدى الكنائس ببلدة قريلي بولاية كولرادو فقد كنت عضوا في ناديها كما كنت عضوا في عدة نواد كنسية في كل جهة عشت فيها اذ كانت هذه ناحية هامة من نواحي المجتمع تستحق الدراسة عن كثب ومن الداخل وبعد ان انتهت الخدمة الدينية في الكنيسة يعني العبادة الدعاء الصلاة واشترك في التراتيل فتية وفتيات من الاعضاء وادى الاخرون الصلاة دلفنا من باب جانبي ساحة الرقص الملاصقة لقاعة الصلاة يصل بينهما الباب وصعد الاب الى مكتبه الاب عن القسيس واخذ كل فتى بيد فتاة وبينهم وبينهن اولئك الذين واللواتي كانوا وكن يقومون بالتراتيل ويقم وكان الساحة الرقص مضاءة بالانوار الحمراء والصفراء والزرقاء وبقليل من المصابيح البيض وحمى الرقص على انغام الجراموفون وسالت الساحة بالاقدام والسيقان الفاتنة والتفت الاذرع بالخصور والتقت الشفاه والصدور وكان الجو كله غراما حينما هبط الاب من مكتبه يعني القسيس والقى نظرة فاحصة على المكان ومن المكان وشجع الجالسين والجالسات ممن لم يشتركوا في الحلبة في حلبة الرقص على ان ينهضوا فيشاركوا وكأنما لحظ ان المصابيح البيض تفسد ذلك الجو الرومانسي الحالم فراح في رشاقة الامريكان وخفته يطفئها واحدا واحدا وهو يتحاشى ان يعطل حركة الرقص او يصدم زوجا من الراقصين في الساحة وبدأ المكان بالفعل اكثر رومانسية وغراما ثم تقدم الى الجرامافون ليختار اغنية تناسب ذلك الجو وتشجع القاعدين والقاعدات على المشاركة فيه واختار اغنية امريكية مشهورة اسمها ولكنها يا صغيرة باردة في الخارج وهي تتضمن حوارا بين فتا وفتاة عائدين من سهرتهما وقد احتجزها الفتا في داره وهي تدعوها ان يطلق سراحها لتعود الى دارها فقد امس الوقت وامها تنتظر وكلما تذرعت اليه بحجة اجابها بتلك اللازمة ولكنها يا صغيرة باردة في الخارج وانتظر الاب حتى رأى خطوات بناته وبنيه على موسيقى تلك الاغنية المثيرة وبدى راضيا مغتبطا وغادر ساحة الرقص الى داره تاركا لهم ولهم هذه السهرة اللذيذة البريئة ويتحدث عن نفس المضمون في مسألة جذب الشباب الى الكنائس للاشتراك في نشاط هذه الكنائس هذا ما جاء في مجموعة مقالات سيد قطب امريكا التي رأيت واعتقد انني قرأت ذلك عليكم في الحلقات المتقدمة هناك فيديو ثاني لسيد الخامنئ رجاء اعرضوه على شاشه سجد بزرگ السيد محمود الطالقاني رحمة الله عليه من علماء وشخصيات وقيادات الثورة الاسلامية في ايران رجاء اعرضوا لنا صورة السيد محمود الطالقاني هذه صورة السيد محمود الطالقاني والذي توفي سنة 1979 بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران بعدة شهور كان امام صلاة الجمعة في مدينة طهران قضى شطرا وردحا من عمره في السجون شخصية شيعية مرموقة في الوسط الايراني شجع كثيرا على انتشار الفكر الاخواني والفكر القطبي شخصية اخرى ايضا الدكتور علي شريعة رجاء اعرض لنا صورة الدكتور علي شريعة هذه صورة الدكتور علي شريعة ايام شبابه يلقبونه معلم الثورة الاسلامية في ايران ومن ومن الشخصيات التي يكثر حولها الجدل الكثير هو ايضا ممن يمتدح ويتبنى افكار جماعة الاخوان المسلمين لا اقصد انه ينتمي اليهم وانما افكاره واضحة وصريحة جدا على سبيل المثال في العديد من كتبه هذه صورة اخرى للدكتور علي شريعة وصورة اخرى المفكر الايراني المعروف هذا كتابه التشيع العلوي والتشيع الصفوي كان في نية ان اقف عليه وان اتحدث هذه طبعة طبعة الدار الامير طبعة الدار الامير الطبعة الاولى الفين واثنين ميلادي طبعة الثانية الطبعة الثانية الفين وسبعة ميلادي صفحة مية وسبعة وما بعدها حديث مفصل عما يسمى بالتقريب بين المذاهب والاشارة الى حسن البنى وغير حسن البنى من الشخصيات التي تعزف على هذا الوتار هذا الكتاب بالمجمل فكره هو فكر اخواني بالمجمل هناك تأثر واضح بتوجه او بعدم توجه هل كان متوجها انه يتحدث باللسان الاخوان ام لم يكن ولكن كتب علي شريعة الكثير منها يشتمل على فكر الاخوان المسلمين يشتمل على جانب من فكر حسن البنى يشتمل على جانب من فكر سيد خط شخصية اخرى من الشخصيات المرموقة في ايران السيد هادي خسرو شاهي رجان اعرض لنا صورته هذه صورة السيد هادي خسرو شاهي مع المرشد العام للاخوان المسلمين هذا هو عمر التلمساني صور اخرى اذا كانت متوفرة وهذا يوسف ندا الشخصية الاخوانية المعروفة جدا الصندوق الاسود لأسرار الاخوان المسلمين شخصيات اخوانية صورة السيد هادي قسرو شاهي كتب كثيرا بل قضى من عمره سنوات في التعليف والكتابة لنشر تعريخ الاخوان المسلمين والترجمة الى اللغة الفارسية له نشاط محموم جدا هذا السيد هادي خسرو شاهي في نشر الفكر الاخواني في ايران هناك شخصيات اخرى ارى ان وقت البرنامج بدأ ينقضي وانا اريد ان الملم اطراف الحديث اعرضوا لنا بعض الصور مثلا الطابع الذي اصدرته الجمهورية الاسلامية وفيه صورة سيد قط اعرضوا لنا صورة الطابع هذا الطابع البريد اعرضوا لنا صورا عن بعض المدارس عن بعض المدارس وبعض المنتديات هذا منتدى للحديث عن سيد قط ولنشر افكاره وتلاحظون صورة سيد قط الصور الاخرى رجاء اعرضوها متحدثون يتحدثون في اجواء فكر سيد قط في الجمهورية الاسلامية هذه مدرسة معنونة باسم سيد قط وهناك مدارس كثيرة في ايران قطعا في المناطق السنية لحد الان انا ما سمعت في المناطق الشيعية هناك مدرسة معنونة باسم سيد قط ولكن مدارس كثيرة جدا في المناطق السنية معنونة باسم سيد قط اعرضوا لنا بقية الصور وهذه الصور ايضا من نفس هذه المدارس والمعاهد أتلاحظون اسم سيد قطب موجودا في كل الصور هناك مطالب أخرى كنت أود أن أتحدث عنها فيما يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين التي عنوانها جماعة الدعوة والإصلاح في إيران تاريخ التأسيس 1979 المقر الرئيسي طهران الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمرشد العام هو عبد الرحمن بيراني المراقب العام المرشد العام للإخوان المسلمين في إيران أعتقد أن ما عرضته في هذه الحلقة وإن كان بشكل سريع لأنني إذا أردت أن أقف عند كل نقطة من النقاط التي تمت الإشارة إليها فإنني سيحتاج إلى عدة حلقات وأنا هنا فقط بصدد الإشارة إلى أعراض وآثار السرطان القطبي الخبيث هذه الحلقة كانت في أجواء إيران وحلقة يوم غاد ستكون في أجواء العراق ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى بث مباشر عبر شاشة القمر الفضائية أسألكم الدعاء جميعا أترككم في رعاية القمر في أمان الله ترجمة نانسي قنقر